موسيقى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا أتقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه على شفاجه في انهار من فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزاب بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتنون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائمون العابدون الحامدون السائحون الراقعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن الممكن والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولك ولا نصير الله سمع الله لمن حميدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد تاب الله على النبي والمغاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رعبت وطاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضماء ولا نصر ولا مخبصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يغيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينفروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم ظلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قول لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعبت عليهم وإذ المغطوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مراق تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يددأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقومه يعلمون إن في اختلاف الليل والنغار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا من حياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتها غافلون أولئك مأواهم النار لما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ استِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْلِ لَقُضِي إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُمْ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُرُّ دَعَنَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ طَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَلْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى طُرٍ مَسَّ كَذَلِكَ سُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَالُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُبُولَ مِنْ قَبْرِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَالُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجِرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ أَنَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِهَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا نُوحَى إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَنَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُرُواً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن أغلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْدِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشِرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّتَهُ وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُونَ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ بِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ لَغْضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْ لَا أُنْزِلْ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّا أَبَستْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُفُونَ مَا تَمْكُرُونَ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين لكم الدين لئن أنجيتنا من هذه للكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما مغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أذلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتره ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثها وترهقهم ذلة وترهقهم ذلة ما لهم من الظالم عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل نظلم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوما نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرقوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فسيئنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شديدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكبر نقف اليوم أمامكم في قضية لمضاعفة الأجور بسرعة أمامكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته اشتركوا في القناة 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 رسولهم الله 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 الحمد لله قل اشتركوا في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة 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 وفي الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبذيل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك طولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الطاغ الكذب لا يفلحون متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نثيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون الله سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله 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 فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أموكم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وغامون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجلمون فما آمن لموسى إلا ثرية من قومه على خوف من فرعون ومنعهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أنتم وآل قومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيم صلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فادا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيم ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعتبون سمع النار لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغلق قال قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أنا قد عصيت قبل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببذلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من طبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأمين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخسي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تقرب الناس حتى يكونوا مؤمنين الله سمع الله لمن حجد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراطا لمستقيم صراطا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حمد لله رب العالمين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات وأنظروا عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلقوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حليفا ولا تكونن من المشركين ولا تجع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسست الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن طل فإنما يظل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله سمع الله لنا الحميدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوم عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب واحكمت آياته ثم فصلت من لد الحكيم خبير ألا تعمدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويبتك الذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله برجعوكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستقفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور الله سمع الله لمن حمد سمع الله سمع الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين قل هو النار أحد النار صمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع النار لمن حمد اللهم اهدنا في من هده وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت ومارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم اغزم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيته ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقلوبنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوالف منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن قبلتكم اللهم اجعلنا ممن قبلتهم 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 آله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم كلنا وليا ونصيرا وحافظا ومعيلا اللهم رد بنا إلى دينك مردا جميلا إلى جمع الأخنام طيالا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة